خلينا نروح سريعا إلى أخبار الكورونا وآخر المستجداد بقى في مصر وفي العالم زي ما بقول لحضراتكم النهاردة اليوم الأول في الأسبوع الثاني فاضل بعد النهاردة ما يخلص ست يام كلام كتير على السوشيل ميديا إن الحظرة حيتجدد وإن حدثت ساعاته حيزيد وتفاصيل كتير ومجلس الوزراء طلع بيهان قال إن ما فيش قرار رسمي بخصوص الحظر صدر من مجلس الوزراء وإن أي قرارات هتخرج رسميا من خلال مجلس الوزراء أو المتحدثين بأسامي الوزراء المعنية بهذا الأمر لكن حابب أبقى أروح معاكم لتفاصيل أكيد حضراتكم شفتوها وشفتوا الفيديوهات بتاعتها والصور اللي انتشرت على السوشيل ميديا العمير اللي موجودة في بورسعيد اللي قدامها كمين أو قدامها حواجز حديدية في محافظة بورسعيد تعمل حجر منزلي على سكان عمرتين في الضواحي وده بعد وفاة الدكتور أحمد اللواح أستاذ الباثولوجي أو الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية طب جامعة الأزهر وكان كمين مبارح حصل عزل السبع عمير في أحياء في مدينة بورسعيد وفي مدينة بورفؤاد يعني احنا بتتكلم دلوقتي أن في تسع عماير تسع مباني سكانية بكل السكان اللي فيها تعمل لهم عزل عايزين تسميه عزل عايزين تسموه حجر صحي أي أن كان المسمى لكن غير مسموح لسكان هذا العقار أو هذه العقارات التسعة الخروج أو دخول أي أحد لهم وشفنا إزاي فيه زباط الشرطة بقفين تحت التسع عمرات بيمنعوا أي تحرك من وإلى هذه العقارات وكمان الأكل بيروح لهم في سنديق أو الطلبات اللي بيطلبوها بتكون متوفرة ليهم من خلال وزارة الداخلية ووزارة الصحة وكمان محافظة بورسعيد